بميني بقى الجزء الاول نجح ووصل لعشر تلاف مشاهدة في اول ومين بس فقررت بقى ان انا اعمل الجزء التاني واشتري شوية طلبيات من موقع نون في فترة العروض دي ونشوف فقى المرة دي انا جايب ايه فشدي معايا لان انا جايب حاجات اشد من اللي فاتت فخنيها كده ناخدهم حاجة حاجة بس اعايز اعرفك الاول ان انا جايب اربع حاجات او اربع علب تقريبا يعني زي ما انت شايف يعني فيه اربع منتجات معانا او اربع حاجات معانا طبعا انا مش هيسعني الوقت ان افتح كل ده في نفس الفيديو فنشوف لو معانا وقت هفتحهم كلهم ما كانش فيه وقت يبقى خلاص عادي ان ناخد كده حاجتين او ثلاث حاجات ونخلي الباقي لبعد كده وتعالا نبدأ باول واحدة ونشوف دي الكيس ده يطرى جواها ايه يلا نقول باسم الله كده ونفتح ونشوف ايه اللي احنا جايبينه في العلبة دي ايه ده اول حاجة تليفون نوكيا 106 انا نسيت خالص ان كان فيه حد تخلبه مني وانا اجيب تقوله فعلا فنسيت خالص فخلينا طيب نفتح كده ونشوف الموبايل ده عامل كده الموبايل ده كان عليه عرض قوي جدا اه طبعا اه جاي متبرشم زي ما انت شايف فنفتح البرشان بتاعه بسم الله يعني والله يا جماعة الحاجات دي بتكون عملية للناس كبار السن مثلا او انت عايز تريفون سنوي ياه اللي يجيب لك البطارية كده في كيس لوحده ده كانت في الموقات القديمة ومعاك هنا شاحن اه جاي مايكرو يعني مقبول شاحن متواضع جدا ومعاك البطارية نفسها خلينا كده نحط البطارية في الموبايل وانشغله كده وناخد فكرة عنه يعني نسترجع كده ايام زمان بتاعه الحاجات القديمة دي بسم الله مش اي حد يفتكر المنظر ده منظر انه هو بتيجي على البطارية الستيكر ده علشان يعني يحمي اطراف البطارية ده بنشوفه في الاجهزة القديمة بس ما بنشوفهش في اي اجهزة او حاليا يعني مفيش اجهزة بيلتي اوت كل البطاريات بيلتي ان خلينا نشينه وانشغل الجهاز اعتقد كده السلسلة دي من واضح ان هي عجبك ونوين ان شاء الله نستمر فيها المنتجات كلها اللي معروضة معايا اول اللي هيعرضها لك النهاردة او حتى اللي عارضها في الفيديوز اللي فاتت دي كلها موجودة للبيع على التليجرام عندي بعد ما بخلص فيديوز على اي منتج انا بعمله في القناة هنا بعارضه للبيع على التليجرام والنهاردة بالتحديد في خصومات في اجهزة وحاجات معايا عامل خصم علي خمسمائة جنيه والف جنيه كمان والشحن مجان لاي مكان اي حاجة من الحاجات اللي معايا فانت خش انضام للتليجرام وشوف اللي انت عايزه ملناك سيب تعليق عليه وانا اخش على طولة اللي اني بكلمك وعايز اقول لك كمان لو بتشير من موقع قانون استخدم كومينات الخصم اللي هم اكتر من ستة ولكن اشهرهم اي اي اتناشر واي اي اي تسعتاشر فالجهاز فتح مع نغمة نوكيا الشهيرة اللي اعطاكت سمعتها نختار اللغة العربية على سبيل المثال بس كده بس يا سيد الموبايل اشتغل فيش اي حاجة تاني موبايلات الاندرويد الجديدة دلوقتي لازم تقعد تعمل عدادات تستغرق منك نص ساعة انما خلاص الموبايل اشتغل بدون اي مشاكل طب تعالى كده نسمع صوته يعني نسترجع كده الزكريات مع بعض اه ده جاي في كشاف اوعى يا ابني اوعى وشك اوعى هناك هتوجعك بص الكشاف ايه عامل الحلوة دي انا هطفي لك النور عشان تشوف الكشاف بتاعه اه لا او امالوش لازمة عشان بس يكون متفقين انا اضاقت اللد اللي معايا دي اقوى منه مئة مرة بس ما علينا يعني طيب نسمع صوته اه اه او اللي هو بقى ايه نغمة رونين تصاعدي انا فاكر الموضوع ده من الاوضاع دي ايام زمان او ده اختصار انا مكنتش عارفه يعني بس ما علينا شكرا عام محمد خلينا كده نسمع الصوت بعد ما علينا دي نغمة نوكيا الشهيرة اكيد يعني ما حدش مش عارفها بس صوته متواضح اوي يا راجل اللي حرامه عليك ما علينا ده كان اول منتج معنا موبايل يعني حاجة كده لطيفة هسيب لك طبعا اللينك الشراء بتاعه في الديسكريفشن لو انت حبيت تجيب حاجة زي كده وعليه عرض دلوقتي كان موبايل سنوة تحط فيه خطك طب ده كان اول منتج خلينا نشوف اللي بعده بسم الله انا والله ناسي انا طالب ايه الحاجات دي طلبتها من حوالي عشر ايام في ناسي اوه اوبا موت انت انت في الحاجات دي انا عارفك وتحب الفرقه انتو الحاجات دي بس اه فرقه فرقه يلا اه انا افتكرت انا كنت جايب موبايل تاني انفنك سمارت ناين لان كان فيها حد طلبه مني مشتر طوله مخصوص فاحنا فتحنا في الفيديو اللي فات فما فيش داعي ان نفتحه في الفيديو ده وبالتالي هنخليه على جنب دلوقتي وهنشوف ايه تاني اللي جايب اه ده بقى اللي انا كنت مستنيه اولا كنت طالبه انا كنت فاكر ان انا طالبه عايز اقولك ان انا بعد ما طلبته انا كنت طالبه وكان عليه عرض بخمسمية جنيه انا دخدت اه الصبح بشوف العروض على نون لقيته عليه عرض تلتمية خمسة وسبعين جنيه يعني نزل مية خمسة وعشرين جنيه على الوقت ندمت ان اشتريته واستعجلته والله عاملات انا هسيب لك لينك اشتراه بتاعه في زي ما قلنا خليه نفتح المنتج سوا ونشوف كده عامل ازاي انا كده كده انت محتاج ان انا جيب باوربانك كويس وقلت اجربه او نجربه سوا يعني بسم الله طبعا هو جاي هنا متبرشم ولازم تكون متأكد ان المنتج او الحاجة جايلك متبرشمة ده عشر تلاف ميلي امبيرو وسرعة الشحن بتاعته بتوصل اتنين وعشرين ونص واط يعني اسرع من شواحن اه كتير موجودة في السوق حاليا او اسرع من قدر الشحن التليفونات موجودة دلوقتي بتتكلم في تمنتاشر واط وخمستاشر واط وشغل ملوش لازمة اه بس بقى الحاجات دي بقى اللي بتزعر من اولها بس عادي يعني مش مشكلة وزنه تقيلة يا جماعة وطبعا لانه عشر تلاف ميلي فوزن تقيلة للقلبة فاضية مفيش اي حاجة تانية جاية فيها معاك وصلة شاحن طيب سي طيب ايه تو طيب سي ومعاك كتيب تعليمات يعني يفضل انك تقراه انا بفضل ان انت تقرا الحاجات دي لو اول مرة تجيب المنتج وده الباوربانك نفسه مفيش اي حاجة تانية معاك في العلبة هنقول بسم الله جميل واو من اول لقطة كده طوح فمكتوب لك هنا اتنين وعشرين ونصوات وفيه شاشة كبيرة خلينا نشغل جاي مشحون واحد وتمانين في المية يعني كويس والله يعني جاي جاهز على التشجيل على طول فخلينا كده بنجرب نشحن به الموبايل بتاعنا مسلا للوقت الساعة تلاتة وخمس دقيقة والبطارية تسعة في المية خلينا نسيفها شوية على الشاحن ونشوف هيعمل ايه اه منتاز اذا تاخد بالك هنا او محطوطه في الشاحن جاب لك علامة الشحن من فوق هنا وده معناه ان هو في وضع شحن حاليا طيب خلينا نسيجه شوية ونشوف المنتج اللي بعديه وبالمناسبة انا هعمل فيديو تفصيلي اه للباوربينك ده بس بعدين ناخد اللي بعده اه دي بقى حاجة تقيلة انا مش فاكر هي ايه بس خلينا نفتح ونشوف سؤالك على حاجة اسمع مني واخد نصيحتي ما ترتكبش غلطتين اول حاجة انك تدي للمدام رقم الفيزا بتاعتك وتاني حاجة انك تسيب لها التليفون بتاعك في ايديها يعني انا دي اكيد غلطة من غلطات اللي حصلت برضو فيديو بتاعت بتاعت كيك اللي انا والله ما طلبتها نفس الكلام جاي طائم حلال فاوعى ترتكب الخطأ ده وإلا بقى انت حر خلينا برضو نفتح كده ونبص بصة يعني اي حاجة عطاعة تحت ايدي عمل لها ريفيو فنبص بصة يا فتح منين دي انا اول مرة عمل ريفيو لحاجة سيكده مليش هلا في الكلام ده انت فاهم فده طائم حلال اه تروفال اه طائم صواني انا معرفش الفرق بينه معموما يعني ده طائم صواني كان سعره كاما انا مش فاكر والله بس اه فرنج للخمسمائة اه خمسمائة وخمسين حاجة زي كده فرنج ده يعني فيعني انك تجيب حاجة بالسعر ده حوالي خمسمائة ستوميت جنيه والله ممتاز يعني عرض الصواني ده فتقدر تشتريه او تقدر تجيب كل اللي انت عايزه اولا انا قلت عليه من خلال اللي كانت الموجودة في ديسكريبشن والتعني المثبت فاقول انت كده ايه اكتر منتج في المنتجات دي اه عجبك قوي خلينا بقى نرجع نبص بصة على الشحن بتاعنا دلوقتي هو ثمانية سمين في المية يعني فقد من قدرته تلاتة في المية وصل لي واو ما شاء الله وصل لي الموبايل لتلاتة عشر في المية من تسعة في المية في كام قلنا احنا قلنا خمس دقايق دلوقتي تسعة دقايق يعني في اربعة دقايق رفع اربعة في المية يعني معدل كل دقيقة بواحد في المية فاعتقد ان ده افضل منتج انا جبته النهارده عملتله في فيديو او منتج في اللي الحاجات اللي جات معي فاقول لي انت باقي جبارتو في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتك وقول لي تحب نشتري ايه لو حايز نشتري حاجة معي نسيب للينك بتاعها وانا اشتريها وعمل لها فيديو وفي بقى علبة نقصة معانا وفتحنا هايش اعتقد ان ده تكون الفيديو اللي جاي عشان كده بقى اتفرج على فيديو وفيديو تلزارك دلوقتي وعمل لايك الفيديو وشارك في القناة وشارك الفيديو مع غيرك وتقبل ان شاء الله فيديو جديد سلام خلاص قلبة قمت خلاص